موسيقى قمة الأصدقاء الثلاثة تختتم أعمالها في المكسيك وسط تجنب الإثارة الخلافات والاتفاق على التعاون في ملفات الاقتصاد والهجرة واشنطن تعلن عن تدبير وتدريب قوات أوكرانية على صواريخ باتريوت الأسبوع المقبل وتؤكد أن المنظومة الدفاعية سترسل إلى أوكرانيا فور انتهاء التدريبات البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تحمل أسلحة إيرانية إلى اليمن وتؤكد يقضتها لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط العشرة ليلا بتوقيت جرينيتشيل خامسة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرت المفصلة لأهم الأخبار في الولايات المتحدة فأهلا بكم نبدأها من المكسيك حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في ختام قمة قادة أمريكا الشمالية المعروفة بقمة الأصدقاء الثلاثة بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي إن التعاون بين الدول الثلاثة سيمنحهم القدر على تكوين مركز تجاري مهم لطاقة النظيفة حول العالم سنلتقي اليوم نظيرنا رئيس المكسيك أعتقد أن ما ينبغي علينا فعله وما نقوم به فعليا هو استعراض القدرات الاقتصادية غير المحدودة التي نملكها حين نعمل معا في نصف الكرة الأرضية الشمالي ولأجل منفعة نصف الكرة الأرضية سنتحدث في الكثير من الأمور بما في ذلك الطاقة النظيفة ينبغي أن نكون مركز الطاقة النظيفة في العالم أعني ذلك بكل صدق نحن في موقف يسمح لنا بتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بنا بحيث لا يمكن لأحد أن يعطل مسارنا بشكل تعسفي ولا يمكن لوباء في آسيا أن يحول دون وصولنا إلى العناصر الأساسية التي نحتاجها لتحقيق كل ما نصب إليه بداية من صناعة السيارات وصولا إلى العديد من الأشياء الأخرى ليس من قبيل الصدفة أن تلقب قمة دول أمريكا الشمالية بقمة الأصدقاء الثلاثة فما يجمع بين دولها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من اتفاقيات ضخمة للتبادل التجاري كفيل بحسب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بتحويل أمريكا الشمالية إلى أكبر تكتل للتجارة الحرة في العالم واقع بدى البناء عليه وتوسيعه محطة تركيز القادة الثلاثة الأمريكي جو بايدن والمكسيكي أندريس لوبيز أوبرادور وترودو خلال قمتهم بمكسيكو سيتي فهنا لا يخفي البيت الأبيض خططا لتعزيز الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات العمود الفقري للصناعات التكنولوجية في أمريكا الشمالية بما يمهد لإنهاء هيمنة القارة الآسيوية على هذه الصناعة الحيوية خطط تشمل تنظيم البلدان الثلاثة منتدا للاستثمار في هذا القطاع هذا العام فضلا عن اتفاق بين بايدن وأوبرادور على تنسيق الاستثمار فيه بما في ذلك في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية ولا تقف عند هذا الحد الخطط الطموحة لتطوير التعاون الاقتصادي المشترك فم حادثات بايدن وترودو بمكسيكو سيتي أرثت الأسس لما وصفه الزعيمان بتحويل أمريكا الشمالية إلى مركز الثقل الدولي للصناعات الصديقة للبيئة وتطرقت إلى التعاون في معالجة أزمات سلاسل التوريد بما يقلل الاعتماد على الواردات الآسيوية وفرض ملف الهجرة غير الشرعية باتجاه الولايات المتحدة التي تمثل المكسيك بوابتها الرئيسية نفسه بقوة على محادثات الزعماء الثلاثة بالإضافة إلى قضايا التعاون في مجالي الأمن ومكافحة تهريب المخدرات التي تشكل المكسيك أيضا عقدة الوصل فيها ولكن قمة الأصدقاء الثلاثة لم تخلوا من الخلافات فواشنطن وأوتوا اشتكتا علانية ورسميا مما تصفانه بالسياسة الحمائية لأوبرا دور في مجال الطاقة والتي تهدد الاستثمارات الأمريكية والكندية وتمنح الأفضلية للشركات المكسيكية المملوكة حكوميا بيد أن الاهتمام بدى محصورا خلال القمة على تنحية الملفات الخلافية جانبا في مسعى للدفع قدما بخطط التكامل والاندماج الاقتصاديين الذين ترى فيهما واشنطن المفتاحة لتدعيم القدرات التنافسية لأمريكا الشمالية وحول هذه القمة الثلاثية ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الحرة من هناك هشام برار هشام أهلا بك بداية ما هي النقاط الأهم بالنسبة للبيت الأبيض والتي سافر بها رئيس جو بايدن وهي في جعبته لتناقش هناك في مكسيكو سيتي وتبعونا مسألتين أساسيتين هي مسألة الهجرة وببعديها بطبيعة الحال الإنسانية الولايات المتحدة تريد مساعدة من المكسيك لإعادة جزء كبير من هؤلاء القادمين لسيما من نيكاراكوا وهيتي وكوبا وفينيزويل الذين حددهم البيت الأبيض لبرنامج جديد من لم يستعوا في شروط محددة لسيما أن يكون له ضامن أو جاء ضامن في الولايات المتحدة للإجراءات القانونية للحصول على الرجوع دائرة خلال الولايات المتحدة فهنا سيتم إعادة عدد كبير وهنا تحتاج الولايات المتحدة لمساعدة من المكسيك المكسيك أبدأت استعدادها قبل هذا الاجتماع بشكل مبدئي لاستقبال حوالي 30 ألف شخص شهريا كما الولايات المتحدة ستستخدم داخل أراضيها 30 ألف مواطن من هذه الدول لكن عدد ذلك لا يوجد أي تقدم وفقا للبيان الختامي أو مبادرة جديدة تعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وغير المنظمة التي تلتقي الكاهل السلطات الأمريكية على الحدود الجنوبية مع المكسيك وتشكل أزمة إنسانية وأزمة أيضا تنظر بأزمة سياسية للرئيس جو بايدن في حال أعلنتها الشحويري أولاة ثانية الشقة الثانية من هذه الأزمة هو تهريب المخدرات عبر هذه العدود الولايات المتحدة تريد وكانت تشتكي من قبل بأن المكسيك لا تظهر الكثير من الاستعداد وتبذي إلى الكثير من الجهد التعاون مع الولايات المتحدة أمنيا لمكافحة تهريب المخدرات والمواد الأفيونية المكسيك قبل هذه القمة حاولت أن تباذر بخطوة اعتبرتها من حسنية اعتقلت ابن الباترو تاجر المخدرات المشهور في الأراضي المكسيكية لكن سبق أن لوبيزو برادور اعتقله وأفرج عنه أيضا ما ترى حفظة الولايات المتحدة هذين الجانبين أساسيين في هذه المحاذتات يحاول زعماء ثلاثة أيضا الحديث بشكل عام عن تعزيز هذه التعاون وهذه الشركة الإقليمية بين هذه الدول الثلاثة لكن الأساس والهيكل والوسيلة الوحيدة لتعزيز هذه الشركة هي اتفاقية التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المعروفة سابقا باتفاقية نافطة داخل هذه الاتفاقية برزت الآن بعد مضي حوالي ثلاث سنوات من عمرها خلافات عميقة بين الدول الثلاثة بين الولايات المتحدة وكندا من جهة ومكسيك من جهة مؤخذات على قرار المكسيك دعم شركة مملوكة للحكومة المكسيكية لإنتاج الطاقة على حساب شركات تحظى باستثمارات أجنبية وشركات من القطاع الخاص نعم نشكرك شكرا جزيلا على هذا التفصيل هشام برار مراسل الحرة في البيت الأبيض شكرا لك كذلك أيضا نفتح النقاش هنا حول أبعاد هذه القمة معنا من واشنطن السيد إرنيستو كاستنيدا مدير دراساتي اللاتينية وشؤون أمريكا اللاتينية في الجامعة الأمريكية في واشنطن مرحبا بك سيد إرنيستو معنا في هذه الساعة بداية هل رؤى الدول الثلاثة المكسيك أمريكا كندا متفقة حول كيفية تطوير هذا التعاون الذي يتم الحديث عن الاقتصاد الهجرة الطاقة نعم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هي جزء من اتفاقية التجارة الحرة وهي واحدة من أكبر المناطق التجارية في العالم وأكثرها اكتظاضا بالسكان أيضا هناك روابط اقتصادية وثقافية تجمعها والكثير من البضائع التي تستهلك في أمريكا أو الولايات المتحدة تصنع في كندا والمكسيك وبالنسبة للمكسيك الشريك التجاري الأول هي الولايات المتحدة مهم جدا بعد الانتخابات الأولية أن يسافر الرئيس بايدن إلى المكسيك لأول مرة ويجتمع مع هذين الشريكين على الرغم من أن هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في العالم مثل الموقف في أوكرانيا ثم جيد أن نرى الجائحة تحت السيطرة أيضا هناك تساؤل إلى ماذا يشير حضور الرئيس الأمريكي بايدن هذه القمة الحالية في المكسيك على الرغم من عدم حضور الرئيس المكسيكي القمة التي كانت في لوس أنجلوس مع زواء أمريكا اللاتينية قمة الأمريكية لم تحضرها بعض الدول ولكن بعد أن جاء الرئيس المكسيكي إلى واشنطن واجتمع مع الرئيس بايدن تحدث عن الهجرة والمكسيك كانت ممثلة في قمة لوس أنجلوس عن طريق وزير الخارجية الذي كان يتفاوض باسم المكسيك كانت هذه إشارة رمزية وأرضت الجمهور في المكسيك طيب في ملف الهجرة وهو الملف القديم الحديث يعني الولايات المتحدة ربما قدمت الكثير لكن ما المطلوب اليوم من المكسيك من كندا في هذا الملف للوصول إلى توافق يعني معين بين هذه الدول الثلاثة سؤال عظيم هذا مثير للاهتمام أنه في السنوات الأخيرة المكسيك أصبحت شريكا عظيما للولايات المتحدة في تخفيض أعداد المهاجرين الذين يسعون للجوء أيضا ترامب عقد اتفاق مع الرئيس المكسيكي ما يسمى ببروتوكولات حماية الهجرة والناس يبقون على الجانب المكسيكي من الحدود وإلى أن يتم النظر في أوراقهم ثم ونتيجة للجائحة فتحت الأبواب لبرنامج سياسة هجرة مختلف كان هناك قرار من المحكمة العليا والأمور تعتمد على الحكومة المكسيكية كي تستعيد مهاجرين غير شرعيين من أمريكا الجنوبية والمكسيك كانت مستعدة لأخذ حوالي 30 ألف من النكاراكويين والفنزوليين من الولايات المتحدة هذا التعاون لم نشهده من قبل في التاريخ والهجرة من المكسيك إلى الولايات المتحدة لم تعد الموضوع الأول وليست هي الأكثر عددا ولكن الآن هناك عودة لهؤلاء إلى المكسيك المكسيك كانت شريكة جيدة للولايات المتحدة التي تحتاج لهذا التعاون من المكسيك طيب سيد على الجانب الكندي كندا وصلها أعداد غير مسبوقة من المهاجرين لأن الجائحة أصبحت تحت السيطرة وهي تأخذ مهاجرين وربما تأخذ المزيد وتخفف العب عن الولايات المتحدة طيب سيد إيرنسو كذلك فكرة المصانع التي تبنى على الحدود هذه الفكرة المطروحة إلى أي مدى ستصب في مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة المكسيك إن تمت بالفعل وستحد بشكل أو بآخر من تلك الهجرة التي في الأساس هي للبحث عن حياة أفضل نعم لفترة طويلة مثلا صناعات إلكترونية كانت جزء منها يصنع في الولايات المتحدة وجزء في المكسيك وجزء على الحدود المكسيكية والكندية ولكن عندما دخلت نافة حيز التنفيذ الصين تم قبولها في منظمة التجارة الدولية وكان لهذا تأثير الكثير من الشركات والصناعات ذهبت إلى الصين وخلال الجائحة كانت هناك مواقف في الصين مما أتاح فرصة لمزيد من التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك وكند لإنتاج المزيد من البضائع في المنطقة وبالتالي كان هناك توسع في الاتفاقيات المعقودة بالفعل طيب اليوم هل سيؤثر التقاسم وتقسيم السيطرة على الكونغرس على خطط الرئيس بايدن سواء الخطط المتعلقة بالهجرة أو الخطط المتعلقة حتى بالطاقة النظيفة التي أكد عليها بايدن وربما استمعنا إلى حديثه قبل قليل نعم هذا سيكون له تأثيره كي تكون هناك إصلاحات في مجال الهجرة وتغيير الطريقة التي يصبح فيها هؤلاء مواطنين الكثير من المال ذهب في هذا الاتجاه الآن مع الانقسام في الحكومة سيكون من الصعب الحصول على الدعم من الكونغرس وبالتالي بايدن يداه مقيدة إلى حد ما وعلى إدارة بايدن أن تفاعل المزيد من البرامج الكونغرس لا يتصرف وهذا يشكل أو يضع قيود على الرئيس بايدن ولكن في الانتخابات القادمة يستطيع الرئيس بايدن أن يتحدث عن الحاجة لمزيد من السيطرة على الهجرة والاستثمار في الطاقة النظيفة نعم نشكر شكرا جزيلا سيد أرنستو كاسانيدا مدير الدراسات اللاتينية وشؤون أمريكا اللاتينية في الجامعة الأمريكية في واشنطن كنت معنا من واشنطن شكرا لك قال نطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر أن تدريب القوات الأوكرانية على تشغيل نظام باتريوت للدفاع الجوي سيبدأ بحلول الأسبوع المقبل وأنه سيجرى تدريب ما بين 90 إلى 100 جندي أوكراني على تشغيل وصيانة النظام الدفاعي أستطيع أن أؤكد أن تدريب القوات الأوكرانية على النظام باتريوت للدفاع الجوي سيبدأ بحلول الأسبوع المقبل في فورت سيل بولاية أوكلاهوما سنقوم بتدريب ما بين 90 إلى 100 جندي أوكراني على تشغيل وصيانة النظام الدفاعي خلال دورة تدريبية من المتوقع أن تستمر عدة أشهر وبمجرد دخولها إلى الميدان ستساهم صواريخ باتريوت في تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية كما أنها ستوفر وسيلة أخرى للشعب الأوكراني للدفاع عن نفسه ضد الهجمات الجوية الروسية المستمرة بداية من الأسبوع المقبل ستشرع الولايات المتحدة في تدريب قرابة 100 جندي أوكراني لتشغيل وصيانة نظام الدفاع الجوي باتريوت هذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر والذي أضاف أن هذه التدريبات ستستمر لأسابيع في قاعدة فورتسيل الموجودة في ولاية أوكلهوما كما أكد المسؤول العسكري أنه فور الانتهاء من عمليات التدريب سيتم نقل المنظومة فورا إلى أوكرانيا والتي يتوقع أن تسمح للأوكرانيين بالتمتع بقدرات دفاعية جوية إضافية تمكنهم من اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية ووضع حد لتواغولات الطائرات الحربية الروسية داخل أوكرانيا كما شدد البنتاجون على أنه يعمل مع الأوكرانيين للتسريع في الجدول الزمني لهذه التدريبات وفي أواخر شهر ديسمبر أعلنت الولايات المتحدة منح أوكرانيا منظومة باتريوت ثم انضمت بعدها ألمانيا إلى واشنطن للإعلان عن تزويد أوكرانيا ببطارية دفاع جوي إضافية من هذا التراس والأسبوع الماضي أعلنت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في حزمة قال البيت الأبيض إنها ستتضمن مدرعات من تراز برادلي وناقلات جنود مدرعة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع لتكون الولايات المتحدة المانحة الأكبر لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية إذ وفرت حتى الآن مساعدات عسكرية وإنسانية تقدر بحوالي خمسين مليار دولار ولمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا من ولاية مونتان الأمريكية سيد ميك موروي مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مرحبا بك سيد ميك معنا في هذه الساعة بداية ما هي أهمية قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بهذه الأنظمة باتريوت وهل يمكن لهذا السلاح أن يحدث فارقا على أرض المعركة سعيد بوجودي معك ومع المشاهدين أعتقد أن نظام الباتريوت يمكن أن يكون فائدة جمة للأوكرانيين في هذا النزاع وهو أحدث أنظمة الدفاع الجوي لهذا السبب هو متطور والأمر يحتاج إلى تدريب حوالي أربعين شهر للتدريب هذا النظام يصد الطائرات والصواريخ وفي بعض الحالات الصواريخ فوق الصوتية الروس استهدفوا البنى التحتية في أوكرانيا وهذه الخطوة الأولى لتنظيم نظام للدفاع الجوي هل من تغيير جوهرية اليوم في نوع الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة خصوصا بعد الإعلان الأخير لاحظنا الباتريوت وكذلك مركبات برادلي وأنظمة صاروخية معينة دقيقة نعم وأعتقد أنك لو نظرت على المسألة بشكل كامل لا رأيت أن الولايات المتحدة وحلفاء الناتو ألمانيا وفرنسا مثلا تزودان أسلحة وألمانيا تتحدث عن دبابة الرئيسية ليوبرد وبالنسبة لي هذا يشير إلى أن الناتو والولايات المتحدة يدركون أن هذه المعركة ستكون طويلة ولإنهائها في المستقبل المنظور علينا أن نقدم لأوكرانيا أكثر أنظمة التسلح حداثة عربات برادلي وأسلحة الناتو يمكنها أن تعمل كأنظمة دفاع وهي تقوم على توفير الحماية للجنود ودروعها تصد القذائف الروسية بعد هذا يمكن أن نقدم دبابة إيبرام إلى أوكرانيا ألا تقود هذه الأسلحة إلى تصادم مباشر متوقع بين روسيا ودول حلف الناتو لأن في البداية كانت دول حلف الناتو تؤخر تلك الأسلحة دائما خوفا من سكب الزيت على النار كما يقال أعتقد أن هذه نقطة صحيحة وسؤال جيد كان هناك توتر طوال الوقت أولا الناتو والولايات المتحدة لم يريدوا إدخال هذه الأسلحة إلى النزاع كان هناك قلق أن تتحول المسألة إلى حرب تصعيدية بين الناتو وروسيا بكل صراحة ولكن الآن هم ينظرون على كيف نساعد أوكرانيا والأوكرانيون أثبتوا أن لديهم القدرة على هزيمة روسيا في ساحة القتال هذا أحد العوامل التي نظرت عليها الولايات المتحدة هل من قيود مفروضة ستلتزم بها أوكرانيا حال استخدامها لتلك الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة بشكل أخص وكذلك من ألمانيا وبعض الدول هذه الأسلحة النوعية أعتقد وهذا يتماشى مع أنظمة التسلح التي قدمناها في الماضي أعتقد أنه لن يسمح لهم باستخدامها للهجوم داخل روسيا سيكون هناك الكثير من الأحاديث مع نظام تاكم وهو أحدث من هاي مارز وأطول مدى وهذه هي نقطة هامة نريد تطمينات من أوكرانيا أنهم لن يستخدموه ضد روسيا طيب الآن سيد موري أريد أن تقرأ لي المشهد بصورة أعمق لو نتحدث اليوم انسحابات روسية في المعركة في مناطق مختلفة وهناك تسلح قوي للأوكرانيين كيف تقرأ مستقبل هذه المعركة بعد الخبرة التي أصبحت لدى الجميع ورقبنا كيف تطورت هذه المعركة بين روسيا وأوكرانيا أعني شخص ينسحب وشخص يتزود بالأسلحة ومن الممكن أن يسيطر على الأراضي الأخرى أستطيع أن أرى أن الأوكرانيين لديهم الكثير من الثقة الآن لأنهم صدوا الاندفاع الأول للروس 50% من أراضيهم استعادوها ويمكنهم أن يقاتلوا في ساحة المعركة هذا شيء جيد أيضا هم بدأوا في استيعاب الكثير من هذه الأسلحة وأعتقد أنهم سيستعيدون المزيد من الأراضي من الروس بالنسبة للروس حشدوا الكثير من الجنود ولديهم قوات أكثر مما كان في الماضي ولكن هذه القوات غير مدربة إلى حد كبير وغير محفزة ولا يريدون أن يكونوا هناك المصانع داخل روسيا كان هناك انخفاض في الضربات الجوية الروسية مما يعني أن هناك نقص في القذائف والذخائر وهذه مشكلة من ناحية أخرى الرئيس بوتين يعتقد أنه لا يستطيع أن يخسر هذه الحرب وبالتالي يمكن أن يستخدم أسلحة نووية تكتيكية ولكن نأمل أن لا يحدث ذلك نعم من ولاية مونتينة الأمريكية سيد ميك موروي مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق شكرا جزيلا لك صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين بأن السقف الذي أفرضته الدول الغربية على سعر صادرات النفط الروسية يحقق أهدافه المتمثلة في استمرار تدفق النفط الروسي في الأسواق وفي نفس الوقت تقليص عائدات موسكو منه وقالت يالين في تصريحات قبيل اجتماعها بوزيرة المالية الكندية إنه على الرغم من أن العمل بهذا السقف قد بدأ منذ شهر واحد إلا أنه ثم تتقدم مبكر نحو تحقيق الغاية منه مع إقرار مسؤولين كبار بأنه يقلص عائدات روسيا من العاصمة مستمرة وفيها بعد قليل السفير الأمريكي في إسرائيل يقول للحرة إن الولايات المتحدة تفرض وترفض توسيع الاستيطان ويجدد التأكيد على أمن الدولة الإسرائيلية أمطار وعواصف غير مسبوقة تهاجم ولاية كريفورنيا الأمريكية وتسفر عن 12 قتيلة من جديد أهلا بكم مشاهدينا أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية اعتراض سفينة صيد تهرب أسلحة في خليج عمان كانت في طريقها من إيران إلى اليمن وذلك في السادس من يناير الجاري وأوضح البيان أن السفينة كانت على متنها ستة مواطنين يمنيين حلقة جديدة في سلسلة تهريب الأسلحة تكسرها البحرية الأمريكية بعد الإعلان عن اعتراض سفينة تنقل أسلحة في خليج عمان الأسطول الخامس المتمركز بالشرق الأوسط والتابع للبحرية الأمريكية أوضح أن السفينة التي تم اعتراضها كانت تسلك طريقا بحريا بين إيران واليمن يعرف باستخدامه لتهريب البضائع غير المشروعة لليمن وأن الأسلحة المصادرة هي عبارة عن 2100 بندقية هجومية حيث كانت البنادق من نوع كلاشينكوف ملفوفة في قماش على متن السفينة قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية اعتبر أن هذه الشحنة جزء من أنشطة إيران المزعزة على الاستقرار في المنطقة والتي أكد أنها تحظى باهتمام الولايات المتحدة والأسطول الخامس المتمركزي بالشرق الأوسط والذي يتصدى لأي نشاط بحري يعيق حرية الملاحة أو يعرض الأمن الإقليمي للخطر مشيرا إلى أن تهريب الأسلحة لليمن يعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي في هذا الإطار والقانون الدولي الذي يحضر هذه الممارسات الحادثة الأخيرة تأتي بعد أقل من شهرين على اعتراض سفينتي صيد أخرين مقبل الأسطول الخامس الأمريكي كان تات بحيران في خليج عمان أيضا لتهريب أسلحة من إيران إلى اليمن حيث صادرت البحرية الأمريكية في الثامن من نوفمبر الماضي أكثر من خمسين طن من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ كما تم ضبط شحنة أخرى كانت تحوي أكثر من سبعين طن من كلورات الأمونيوم وهو عامل مؤكسد قوي يستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ بالإضافة إلى مئة طن من سماد اليوريا لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من نيويورك السيد لورنس برينان أستاذ الحقوق بكلية فوردهام والمستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية سيد برينان مرحبا بك معنا في هذه الساعة بداية لماذا تصير إيران على إشعال الصراع في الشرق الأوسط تحديدا بهذه الشحنة الأخيرة التي ضبطتها البحرية الأمريكية والشحنات أيضا السابقة لا أستطيع أن أشرح ما تفعله الحكومة الإيرانية ولماذا الأسلحة التي أمسكنا بها في المرة الأخيرة تبعث على الانزعاج يمكن أن تصنع قنابل قوية الانفجار وتحدث خسائر كما حدث في بيروت منذ سنين طويلة أحاول أن أتابع هذه الأمور عن كثب ولكن لعقود من الزمن الولايات المتحدة كانت تمسك بالكثير من الأسلحة الإيرانية البعض منها صنعة في الصين أو في روسيا وتشحنها إيران إلى اليمن أو دول أخرى في المنطقة واجهنا هذه المشكلة في الثمانينيات قبل أربعين سنة عندما كنت على ظهر سفينة حربية وانطلقت طائرات هليوكابتر لإنقاذ الرهائن الأمريكيين سيد لورنس هل تقرأ شيء في توقيت تهريب هذه الشحنة بمعنى هل تسعى إيران إلى اختلاق حرب في الشرق الأوسط جديدة أو إعادة إشعال الحروب السابقة لتغطية على الوضع المتوتر في الداخل الإيراني بيتظاهرات مرة أخرى ليست لدي الكثير من المعلومات المفصلة بشأن ما يحدث في إيران ولكن هناك دائما تكحنات هذا يمكن أن يكون شيئا بسيطا في المنظور العسكري مثلا وضع سفن في أماكن معينة بما فيها قوات بحرية أمريكية يمكن أن هذا يعود إلى الجو أو أن الجو يتيح إرسال مثل هذه الشحنات سيناريوهات عديدة والحكومة الإيرانية سلوكها من المستحيل أن يتنبأ به الإنسان طيب ولكن كيف برأيك يمكن معالجة الانتهاكات الإيرانية اليوم التي تحدث في الشرق الأوسط تحديدا أعتقد أن ما قمنا بعمله في الماضي وهو استخدام قحط قليل أو محدود للقوة وهذا يتيحه لنا قرار مجلس الأمن لا أعتقد أن من مصلحة إيران وأعرف أن هذه ليست رقبة الولايات المتحدة أو الدول الأخرى في الخليج أو في اليابان وغرب إفريقيا أن نصعد المواجهة مع إيران لا نريد أن نرى حاملات نفط ثقيلة تهاجم لا نريد أن نرى بحارة ومسافرين يقتلون ولكن في نفس الوقت هناك توتر حقيقي وهناك أحداث فعلية مثل التي ذكرتموها آخر مرة البحرية أمسكت بقارب إيراني وكانت هناك أشياء أخرى مثل نقل المسافرين والبضائع والمتفجرات التي تهربها البحرية الإيرانية لا نستطيع أن نتنبأ ماذا ستفعل إيران في المستقبل المنظور طيب إلى أي بدأ يمثل وجود القوات المسلحة التابعة لإيران في اليمن على سبيل المثال وفي المنطقة خطرا حقيقيا على القوات الأمريكية التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط تحديدا أنا لا أقلل أبدا من قدرة إيران على عمل شيء إما مباشرة أو من خلال مكلائها والذي يمكن أن يلحق الضرر بي القوات الأمريكية أو القوات الصديقة أنا كنت منخرطا في الشرق الأوسط لأكثر من أربعين سنة منذ الاستيلاء على السفارة الأمريكية وأخذ رهائم كان يمكن أيضا أن أو شهدت أيضا الهجوم على السفارة في بيروت وفكنات البحرية كان يجب أن نتوقع كل هذه الهجمات كان يجب أن تكون هناك حماية أكبر والأغلبية هؤلاء كان يجب أن يكونوا فيها السفن الآن وبعد حوالي نصف قرن المشاكل مع إيران مستمرة فيها التصعيد والمسألة ليست أمريكا ضد إيران هناك الكثير من الدول الصديقة القلقة والمعرضة للخطر مثل الفرنسيين والبريطانيين والألمان واليابانيين هل ما زالت اليوم الولايات المتحدة مهتمة بعقد الاتفاق النووي مع إيران في ظل التطورات الخارجية والداخلية أيضا في الولايات المتحدة كذلك وفي إيران أيضا أعتقد أن الولايات المتحدة ترحب بفرصة وجود اتفاق يمكن تنفيذه مع إيران ولا تكون هناك أسلحة خاصة أو رؤوس نووية أو أنظمة توصيل يمكن أن تأخذ سلاح نووي وتنقله في عربة صغيرة أو سفينة صغيرة ويسبب ضرر هائل أيضا أنظمة الرؤوس المتعددة وهناك قلق آخر بالنسبة للتعامل مع الاتفاق النووي وهو العلاقة بين إيران وإسرائيل لو طورت إيران أسلحة وأنظمة توصيل يمكن أن تصل إلى الأراضي الإسرائيلية فهذه ستكون مشكلة كبيرة وسيشكل هذا تصعيدا لا أحد منا يريد أن يراه سيد لورنس برينن أستاذ الحقوق بكلية فوردامو المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعمة دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إيران إلى توقف عن احتجاز مواطنين أمريكيين والإفراج الفوري عن المعتقلين الأمريكيين في سجونها تزامنا مع ذكرى الخامسة الاحتجاز المواطن الأمريكي من أصل إيراني مراد شهباز شدد بلينكين في تغريدة له على أن شهباز وعماد شرقي ونمازي كذلك معتقلون ظلما في سجن إيراني وأنه يجب أن يكونوا مع عائلاتهم وأحبائهم كما طالب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان إيران بإطلاق صراح معتقلين أمريكيين لديها مؤكدا أن قضية الأمريكيين المعتقلين في إيران تشكل أولوية قصوى للإدارة الأمريكية تصريحات ساليفان جاءت قبل إعلان إيران الحكمة بالسجن أربعين عاما على مواطن بلجيكي بتهمة التجسس في الذكرى الخامسة لإعتقال السلطات الإيرانية الناشط البيئي مراد طهباز الذي يحمل الجنسية الأمريكية أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن قضية المعتقلين الأمريكيين في إيران ولم شملهم مع عائلاتهم تشكل أولوية قصوى للإدارة الأمريكية وطالب ساليفان طهران عبر تغريدة له على تويتر بإطلاق سراح المعتقلين طهباز ورفاقه الأمريكيين عماد شرقي وسيماك نمازي لكن إيران التي لطالما استخدمت المعتقلين الأجانب ورقة أساسية في سياستها الخارجية حكمت على عامل الإغاثة البلجيكي أوليفي فاندي كاستيل بالسجن أربعين عاما والجلد أربعا وسبعين جلدا بعد إدانته في محاكمة مغلقة بتهمة التجسس وغسل الأموال وهي الاتهامات التي ينفيها وأكدت أسرة فاندي كاستيل الشهر الماضي أنه محتجز في سجن إيراني منذ شهور ومضرب عن الطعام ومحروم من الوصول إلى محام يختارها ويعاني من مشكلات صحية خطيرة وقد أبت إيران خلال السنوات الأخيرة على إلقاء القبض على عدد من الأجانب ومزدوجي الجنسية وعادة ما حكمت عليهم في محاكمات سرية وصفتها جماعات حقوقية بأنها تفتقر لسير الإجراءات القانونية الطبيعية ويتهم معارضون إيران باستخدام هؤلاء السجناء كبطاقات مساومة مع الغرب وهو ما ينفيه المسؤولون الإيرانيون قال السفير الأمريكي في إسرائيل أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وبالوقت نفسه تريد إدارة بايدن حل الصراع مع إيران بطرق دبلوماسية مضيفا أن إسرائيل لها الحق بالدفاع عن نفسها بطريقة التي تراها مناسبة الرئيس بايدن قال عدة أمور أولا لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لإيران بامتلاك سلاح نووية والأمر الثاني هو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وأن تتخذ الخطوات اللازمة من أجل حماية مصالحها وثالثا من الواضح أننا نرغب في الحصول على حل دبلوماسي لهذا الصراع ولكن معظمها يدعم جميع الخيارات المطروحة على الطاولة جاك سيتحدث عن هذه الأمور بوضوح عندما سيصل إلى هنا وبلا شك أن هذا هو أمر نأخذه بجدية عميقة وهذا ما تفعله إسرائيل أيضا أمن إسرائيل هو في غاية الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ونحن نعمل بالتنصيق مع إسرائيل من أجل تأكيد استمرار ذلك وفي موضوع آخر كدى السفير الأمريكي في إسرائيل بأن واشنطن تعمل بشكل وصفه باليومي في مسعى لتوسيع اتفاقيات إبراهيم للسلام بين إسرائيل والدول العربية دوري يتمثل في تعميق الاتصالات القائمة مع الإمارات والبحرين والمغرب أما توسيع اتفاقيات إبراهيم فهو الدور الذي يطلع به مسؤولنا في واشنطن ولكننا نتوق ونعمل يوميا على ضم أعضاء جدد إلى نادي الدول المؤقعة على السلام رحب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بالاجتماع الافتتاحي لمجموعات عمل منتدى النقب الذي استضفته دولة الإمارات العربية المتحدة يومي الاثنين وثلاثا في أبوظبي وعبر بلينكين عن دعم الولايات المتحدة القوي لبناء الجسور وتوفير الفرص عبر المنطقة ذكر وزير الخارجية الأمريكي في بيانه أنه يمكن تسخير هذه العلاقات لخلق زخم في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية نحو حل توفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وكجزء من الجهود المبدولة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل نحو 150 مسؤولا من إسرائيل ومصر والبحرين والإمارات والمغرب اجتمعوا بحضور الولايات المتحدة في إطار الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب الذي استمر يومين في العاصمة الإماراتية أبوظبي مشاركة إسرائيل في منتدى النقب مهمة للغاية الإمكانات الحقيقية لاتفاقات إبراهيم ليست فقط في التعاون الثنائي وإنما في التعاون متعدد الأطراف حيث تقدم كل دولة مزاياها الفريدة ونقاط قوتها لمواجهة التحديات سواء تلك المتعلقة بالغذاء والماء أو المناخ والطاقة والصحة ومنتدى النقب هو فرصة لبلدان المنطقة التي صنعت السلام لمعالجة هذه الأمور ووصف مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شولت للصحفيين الاجتماع بأنه الأكبر من نوعه منذ عقود بين إسرائيل ودول عربية منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وحسب شولت فأن الاجتماعات ركزت على بناء القدرات المتعلقة بمشاركة المعلومات في محاولة لزيادة الجهد المهم جدا الحاصل بالفعل بين جيوش المنطقة وأضاف أن المجموعات بحثت أيضا قضايا متعلقة بالأمن الغذائي والتعليم التي أشار أنها حاسمة من أجل تطوير خطوات واضحة وملموسة ستعزز التكامل والأمن وياتي اجتماع أبو ظبي بعد أن داعت الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ لبحث زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير الثلثاء الماضي إلى باحة المسجد الأقصى ما أثار موجة تنديد دولية واسعة بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة أفق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على تعيين لجنة جديدة للمنافسة الاستراتيجية مع الصين حيث صوت 365 عضوا لصالح إنشاء اللجنة بينما اعترض 65 وستناقش هذه اللجنة الانتهاكات التي تقوم بها صين ضد حقوق الأقليات والمناورات العسكرية التي تمارسها القوات الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادي في مواجهة الحزب الشيوعي الصيني الذي يريد تحقيق الريادة على حساب الولايات المتحدة تأتي الخطوة الأمريكية الجديدة بإقرار المشرعين بمجلس النواب على تعيين لجنة للمنافسة الاستراتيجية مع الصين إنشاء اللجنة المختارة بشأن الصين هو أفضل طريقة لحماية أمننا القومي والحفاظ على الملكية الفكرية للولايات المتحدة من السرقة وإعادة سلاسل التوريد إلى أمريكا وستعمل هذه اللجنة على تحقيق كل هذه الأمور الديمقراطيون أكدوا أنهم عملوا على مدار العامين الماضيين على مواجهة المد الصيني عسكريا وتكنولوجيا ولذلك رحبوا بأهداف اللجنة مع تخوفهم من المساس بحقوق الأمريكيين من أصول أسيوية من خلال استخدام الرئيس السابق لمصطلحات خاطئة أدى ذلك إلى زيادة جرائم القراهية ضد الأمريكيين الأسيويين في هذا البلد وإذا صارت هذه اللجنة في نفس الاتجاه فأنا أؤكد لكم أن الديمقراطيين سيرفضون ذلك وستتكون اللجنة من 16 عضوا يختارهم رئيس مجلس النواب كيفين مكورثي بالتشاور مع زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريس حيث يسعى الحزبان لمواجهة التقدم الصيني على جميع المستويات والمحافظة على الريادة العالمية للولايات المتحدة الصين تستعد للحرب هكذا أكد الكثير من المشرعين الأمريكيين مع تعهدهم بمواجهة المد الشيوعي الصيني على كافة المستويات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية وذلك من خلال عقد جلسات تحليل ومناقشة لمواجهة تلك المطامع عبد الرحمن البرديسي الحرة واشنطن تشهد بعض المناطق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية طقصا قاسيا فقد جلبت سلسلة من العواصف المتعاقبة في المحيط الهادية المزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات الهائلة ما أودى بحياة 12 شخصا على الأقل سلطات كاليفورنيا تتوقع مزيدا من الأمطار الغزيرة في الولاية إثر العواصف الشتوية التي أودت بحياة 12 شخصا على الأقل وهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية كانت قد حذرت هذا الأسبوع من حدوث عواصف وأعصير في شمال ووسط كاليفورنيا فيما أمرت السلطات بإخلاء مدينة مونتي سيتو بشكل كامل ولكبح مد الفيضانات التي اقتحمت مدينة سان برناردينو استخدم السكان أكياس الرمل لكن دون جدوى فيما حاولت الممثلة ومقدمة البرامج الحوارية السابقة إلين دي جينيريس تسجيل فيديو لتصوير مدى الدمار الذي خلفته الأمطار والفيضانات لدينا أمطار غير مسبوقة هذا الخور المجاور لمنزلنا لا يتدفق أبدا ربما حوالي تسعة أقدام وقد ارتفع قدمين آخرين الخيول جاهزة للإخلاء نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر لطفا مع طبيعة الأم لأن الطبيعة الأم ليست سعيدة معنا دعونا جميعا نقوم بدورنا وتشهد المنطقة ظاهرتين متداخلتين تيار هائل محمول جوا من الرطوبة الكثيفة من المحيط يسمى نهر الغلاف الجوي ونظام الضغط المنخفض المترام الأطراف بقوة الإعصار المعروف باسم إعصار القنبلة ما يتسبب في حدوث فيضانات مدمرة وتساقط قياسي للثلوج السلطات حذرت من أن أجزاء من ساحل كاليفورنيا معرضة بشكل خاص للإنهيارات الطينية القاتلة بعد أن جردت حرائق الغابات السابقة سفوح التلال من أوراق الأشجار وقد ألحقت الرياح العاتية دمارا في شبكة الكهرباء مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف فيما أظهرت البيانات الرسمية أن ما يصل إلى 220 ألف منزل وشركة انقطعت عنهم الكهرباء قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيرون باول أن استقلال البنك عن التأثيرات السياسية يعد عاملا حاسما لقدرته على مكافحة التضخم ووفقا لباول الذي كان يتحدث أمام منتدى استقلال البنوك المركزية تحت رعاية البنك المركزي السويدي فإن استعادة استقرار الأسعار وقت ارتفاع التضخم يمكن أن يتطلب إجراءات لا تحضى بالشعبية على الأمد القصير كرفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد مضيفا أن عدم وجود سيطرة سياسية مباشرة على قرارات البنوك المركزية تتيح اتخاذ الإجراءات الضرورية دون وضع عوامل سياسية قصيرة المدى في الاعتبار تزامنا مع ذلك التصريح لا تزال معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة تؤرق الكثير من العائلات الأمريكية التي عانت في عام 2022 من ارتفاعات غير مسبوقة للأسعار ولم يرتبط هذا الوضع فقط بتدعية الحرب الروسية على أوكرانيا وإنما بدأت إرهاصاته قبل ذلك مع تراكم آثار فترات الإغلاق الطويلة التي فرضتها جائحة كورونا كل شيء بدأ قبل نهاية العام 2021 موسم الأعياد حينها كان معقدا على الأمريكيين أزمة سلاسل التوريد تضرب كافة القطاعات لم يطل الوقت بعد ذلك كثيرا لتندلع الحرب الروسية على أوكرانيا أسعار الوقود بعدها مباشرة تسجل ارتفاعا متزايدا بلغت من خلاله مستويات قياسية بحلول منتصف العام كل ذلك صحبه غلاء في أسعار المواد الأساسية تجاوزت نسبة العشرة في المئة أسعار المنازل إيجارا أو امتلاكا تحلق عاليا خمسون بالمئة من الأمريكيين باتوا يعيشون على مداخلهم الشهرية الأمر الذي أثار مخاوفها من احتمال حدوث كساد أو تراجع في النمو الاقتصادي للبلاد إدارة بايدن نجحت في تمرير قانون محاربة التضخم في الكونغرس لكن النتائج لا تزال بعيدة الاحتياط الفيدرالي الوطني يتدخل مرة أولى وتانية وتالتة ورابعة وخامسة برفع نسبة الفائدة إلى حدود الأربعة فاصل ستة في المئة للحد من الاستهلاك ورغم ذلك التضخم لا يزال عاليا العام الفين واثنين وعشرين لن ينساه الأمريكيون بسهولة بسبب معدلات التضخم القياسية والارتفاع المتواصل للأسعار لكنهم ورغم كل ذلك يتمنون أن يكون العام الجديد أفضل لهم في حياتهم اليومية ولكن بشكل خاص على جيوبهم وبهذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية هذه النشرة من العاصمة وهنا نذكر بأبرز العنوين قمة الأصدقاء الثلاثة تختتم أعمالها في المكسيك وسط تجنب الإثارة الخلافات والاتفاق على تعاون في ملفات الاقتصاد والهجرة واشنطن تعلن عن تدريب قوات أوكرانية على صواريخ باتريوت الأسبوع المقبل وتؤكد أن المنظومة الدفاعية سترسل إلى أوكرانيا فور انتهاء التدريبات البحرية الأمريكية تعترض سفينة صيد تحمل أسلحة إيرانية إلى اليمن وتؤكد يقضتها لأنشطة إيران المزعز على الاستقرار في الشرق الأوسط إذن شكرا لكم شاهدين على كرمي وطيب المتابعة رؤوف جربي على رأس الساعة في موجز الأعمى الأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة